دينونة الشعوب طيب إحنا دائما نتكلم عن دينونة الشعوب دينونة الأمم حتى دينونة إسرائيل ودينونات كثيرة هل دينونة الخطى هل المؤمن يدان وماذا يعني لنا عمل الصليب أو موت المسيح على الصليب علشان يعفي كل من يؤمن به من الدينون أشهر آية في يحنى 3.16 هي يحنى 3.16 أحب الله العالم لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهل كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من يؤمن بالابن له حياة أبدية عندما أؤمن بالابن فإن ما قام به المسيح على الصليب يوضع في حساباتي وبر الله الذي ظهر في المسيح يوضع في حساباتي فأتبرر قدام الله في عشرات الآيات تقول أن المؤمن لن يدان أو لن يأتي إلى دينونة عرفنا يوحنى 3.16 لا يهل كل من يؤمن به أيضا يوحنى 5 يتكلم على أن الذي يؤمن به لن يدان أيضا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح رمية 8 أيضا المسيح يتكلم عن ضمان المؤمنين في يد المسيح في يوحنى 10 أو أعطيه حياة أبدية ولن تهلك إلى دينون طب ماذا إن أخطأ المؤمن إذا أخطأ المؤمن بحسب كلام بوليس في رسالة كورونسس الأولى عصا عشرة نؤدب من الله هنا لكي لا ندان مع الأشرار يعني الله هو نوع من الدينونة نوعا ما الله باعتباره الأب يؤدب أولاده باعتباره القاضي في بيته الأب في بيته لكن مش هيقف أولاده قدام دينونة العالم فيما بعد اللي طبعا نسميه كمان الهلاك الأبدي لأنه المؤمن صحيح حصل على الحياة الأبدي لأنه بوليس حددها نؤدى من الرب هنا لكي لا ندان مع الأشرار مع العالم بحب أكتبس الآية اللي بتقول الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة اشتركوا في القناة